طيب وحتى ما اطلع مع ابتدى يربطه امام عشور قهربا حبيبه قال له انا هديك من فلوسي هديله عنية اعتزل لوليد سليمان اعتزل للاهلي لكن في نفس الوقت قال انه هو زمالكاوي لكن مش ليه قصة جماعة انا القصة اللي عايزة اوصلها لكم الحقيقة ان امام عشور بيتقاضى ما يساوي ما يساوي تسعمية الف دولار يعني ما يساوي سبعة وعشرين مليون جنيه تمام بجانب ايضا ان امام عشور النادي الاستثماري الدنماركي اشترى اللاعب من شهرين بتلاتة مليون دولار يعني ما يوازي بالزبط دلوقتي على البنك تلاتة وتسعين مليون جنيه تمام طيب معنى ان امام مضى يبقى النادي الدنماركي وافق على بيعه لان هو ماضي اربع سنين ونص طيب انا كان فاضل لامام سنة ونص بيعه تلاتة مليون دولار طيب النادي الدنماركي انما يكون امام فاضله اربع سنين ونص وهو كمان عايز يكسب منه هيبيعه للاهلي بكام بخمسة مليون دولار اقل حاجة اقل واجب اقل واجب خمسة مليون دولار ده يعني يوم ما يفرط في اللاعب لاعب موليد سبعة وتسعين لسه طالع اول ما راح جاب جون في سبورت انجليش بونا في دوري الاوروبا ليج تمام لسه يعني بيقول يا هادي خلاص فهيبيعه بكام بالنادي الاهلي بخمسة مليون دولار يعني مية وخمسين مليون جنيه تمام طيب اما ييجي بقى امام عشور لسه كان بيلعب في مصر ورايح اوروبا رايح الدنمارك وعايز يحترف وحلمه الاحتراف الاوروبي هيرجع يمضي بعد شهرين للنادي الاهلي يعني هو لسه طالع وجاب جون في سبورت انجليش بونا بعد ربع ساعة هيروح رايح مضى للاهلي طب لو مضى للاهلي خلاص هو هيمضي للاهلي هو راجل زملكوي جدا وما صدق طلع اوروبا هيطنش حلمه الاوروبي ويطنش زملكويته الشديدة وعيلته ولبسه للفانيلا والكلام ده بعد مسلا شهرين من طلوعه الاوروبا كل ده بكام ما يكون بياخد سبعة وعشرين مليون جنيه في السنة النادي الاهلي هيديله كام اقل واجب اربعين مليون جنيه مليون ومتين الف دلار ستة وتلاتين مليون جنيه ساعة اقل حاجة يعني ولازم كمان ياخد جزء كاش السنة الاولى عشان اديله اغراءات بقى يعني يبقى فيه اغراءات فهل ده هيبقى يعني له معنى ان اللاعب هيكلف عشان بنقعد بقى نصرب بقى عقود لعبت الزمالك وده بياخد تمانين مليون جنيه في السنة ونقعد نحسب اشترينا بكام وعقده الاربع سنين بكام فنقعد نحسبهم كشاروة طيب ما اجي احسب بقى امام عشور لو صربنا عقده مع الاهلي مثلا كشاروة جاي بمية وخمسين مليون جنيه هياخد له اربعين مليون جنيه في السنة يعني مثلا هياخد له مية وستين مليون جنيه اه اه وكمان عشرين نص سنة يبقى مية وتمانين مليون جنيه في اربع سنين ونص مية وتمانين مليون جنيه مع مية مع اه اه مية وخمسين مليون جنيه اه اه بالمنطق كده يبقى اه بتلتمائة وسبعين مليون جنيه في اربع سنين ونص النادي الاهلي هيدفع لامام عشور تلتمائة وسبعين مليون جنيه عشان يجيبه في الصيف وبعد كل ده بقى كمان كل اللي انا بقوله لكم ده لا تعالى بقى كمان ده اسمه ما اسموش امام عشور ده اسمه امام عشور وده ترياءة جمهور الاهلي لانه تطاول على النادي الاهلي وطالب جمهور الاهلي ومجلس ادارة الاهلي بل البعض قرر ان يرفع عضية عليه لانه تطاول على عائلة صالح سليم تطاول على الكابتن حسن حمدي تطاول على الكابتن محمود الخطيب تطاول على الكابتن وليد سليمان وضربه في الملعب تطاول على كل دول وابتدأ الناس تدوس عليه وتخلص عليه حتى على المستوى الاعلامي فمعقولة نادي الاهلي نادي القيم والمبادئ والمسل والذي لا يقبل ان معرفش ايه والكلام الكبير دوت هيروح دفع 380 مليون جنيه ويتنازل عن اخطاء امام وتطاول على رموز النادي الاهلي والقيم والمبادئ التي لا تتجزأ يعني بصوا جماعة للأسف احنا بنعمل بروباجندة ملا شيء من حق اي صحفي زميل انه يجتهد ولكن على كل صحفي ان يتحمل نتيجة اجتهاده لانه قال هذا الخبر فهذا الخبر على مسئوليته الشخصية ما ينفعش بعد يقول بعد ما ما اعلن رسميا رسميا انه مضى لنادي الاهلي اربع سنين ونص ما ينفعش في شهر تمانية الجاي يقول لا النادي الدرماركي رجع في كلامه او الاهلي ما دفعش فلوس او اللاعب خد عقوده تاني لا انا طالما ممكن اقول كصحفي وكان مجتهد انا بجتهد في خبر اقول انه هناك مفاوضات مثلا هناك مفاوضات لكن فكرة انه رسميا دي لا رسميا دي يعني انا ما بديش فرصة لحد انه ينفي الخبر بتاعي وبالتالي علي ان اتحمل نتيجة خبري سواء خبر صادق فلكل اضرب لك تعظيم سلام او خبر غير صحيح مش عايز اقول كلمة تانية وبالتالي الناس هتلومك على نشر خبر غير صحيح اشتركوا في القناة